أهلا بك دكتور لولي العهد عالم قصة الإعلام في الأردن وتاريخها المساء الخير لكل المشاهدين ولكم العاملين هنا مبروك لسمو ولي العهد وللجميع بالنسبة للسؤال نحدده أنه قصة العالم كبيرة وأنا وثقتها بهذا الكتاب يعني بحوالي أربع خمس صفحات يعني ليست هي بالأمر العادي هي بصراحة جزء من تراث الأمة والرمز من رموزها والعلم يعني أحد مزايا يعني للقبائل كانت ترفعه والدول اللي بترفع الأعلام وعقولها قصص وبتصير يعني كرامة الدولة من كرامة علمها وإن شاء الله بنحكي بالتفاصيل نعم عن ألوان العالم نريد أن نتحدث ترتيبها ومدى تأثر الدول العربية بعالم الثورة العربية الكبرى يعني بصراحة بداية ما يعني احنا عرفنا بالتعبير الدقيق النهضة العربية وسمية الثورة العربية يمكن النهضة العربية أكثر يعني تعبيراً عن ما جرى بعد سنة يعني عشرة حزيران 1917 صدرت الإرادة السنية أنه بإيجاد الراية لهاي يعني الكيان السياسي اللي بده يظهر للوجود بعد النهضة العربية ويعني حدد ترتيب الألوان وشكل الراية تم تحديده في هذه الإرادة نعم وكان لي شرح حول الألوان ومعانيها ألوان العلم الأردني لك لماذا تفخر الشعوب بالعلم دكتور؟ الشعوب تفخر بالعلم رمز من رموزها يعني من رموزها الوطنية عدديني الرموز الوطنية إيش رمزك الوطني؟ لما أنت بدك تعتز بشيء بدولتك ماذا تعمل؟ ترفع العلم صحيح وماذا عن العلم والقصائد في موروثنا؟ الأدباء والشعراء صراحة يعني هنا وثقنا أهم القصائد اللي قيلت يعني بشارة الخوري إلو قصيدة بيكرددوها الناس ما بيعرفوا مين قال هاي الأبيات فأنا حتى كتبتها هنا بهذا الكتاب هي بتتحدث عن العلم يا علمي يا علم العرب اشرقي واخفيقي بعدين يقول يا نسيج الأمهات إلى آخره وعبد المنع الرفاعي طبعا القصيدة من أروع ما يمكن عن العلم فيها خافق في المعالي والمنا عربي الضلال والسنة يا شعار الجمالي والتماع الخيالي في الظروة الأعالي فوقها من الرجالي زاهيا زاهيا أهيبا أهيبا وبالبدايات حتى يعني قبل في أيام النهضة العربية في شعر حكى قصيدة والناس فكروا العلم مرتبط بألوان هاي القصيدة لا القصيدة كانوا حتى ما في ترتيب للأعلام بهذا الشكل اللي طلعت فيه في الإرادة السنية مثلا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا في ناس فكر هاي هي تسمية العلم أخذت منها أو فيما بعد أي شيء له معنى في العلم حضرتك حكيتي عن الرموز حكيت سألتي وأنا قلت لك العلم رمز من الرموز الوطنية في داخله كل شيء يرمز لتراثك الحضاري علم الأردن اللي هو فيه اللون الأحمر واللون بيجي تحت منه اللون الأبيض بعدين اللون الأخضر بعدين اللون الأحمر جاي على المثلث والنجمة والدستور حكاها يعني سفير من سفراءنا رأى على دولة بتجايب إعلام معاه فقال لي شو عمل رأى على الخياط قرى الدستور قل له عملي زيبا؟ لأن الدستور يحدد أبعاد العلم اليوم نحن فيه مناسبة خاصة في العقد قران ولي العهد وبهذه المناسبة نريد أن نتحدث عن علم ولي العهد ماذا للات العلم؟ أنا نظرت لعلم سمو ولي العهد فوجدت أنه فيه يعني ميراث تاريخي فيه علم جلالة الملك المؤسس في سنة 1928 هو جاي بشكل مستطيل ومحيط فيه العلم عبارة عن إشعاعات ألوان نفس ألوان العلم الأردني هذا نعم نتابع الآن هذه اللقطات قبل قليل لتسليم جلالة الملك عبد الله الثاني لولي عهده هذا السيف الذي يرمز إلى العدل والدفاع عن الوطن تابعي دكتور العلم جلالة الملك المؤسس كان عيامها أمير هو مأخوذ من هذه الأعلام اللون الأسود يكون على الطرف بعدين أبيض بعدين أخضر أحمر أسود نفس ترتيب الألوان هنا هي كنازل وبعكس عقارة بالساعة هذا ظل علم جلالة الملك لغاية الآن فبالنسبة لعلم سموه ولي العهد أنا لاحظت هو نفس الميراث التاريخي معدى إضافة التاج نعم التاج الفضي التاج أضيف عليه يعني علم جلالة الملك له طبعا هو برتبط بجلالة الملك وحتى هو أنا لاحظت في المناسبات الحزين لا سمح الله لا ينكس يعني لأنه علم جلالة الملك رأس الدولة لكن ماذا عن صلاحيات الأعلام صلاحية من هو العلم بالنسبة للأردني الدستور بس بالنسبة للأعلام الأخرى مثلا احنا في 2012 طلعنا العلم اليوبيل وقدموه لجلالة الملك عبد الله الثاني اليوبيل أما بالنسبة لكل شيء بتعلق بالأمراء فهو من صلاحيات جلالة الملك التقديرية ومعنى الصلاحيات التقديرية التي اتخذها جلالة الملك وحده بدون آخرين معه نعم تسمى من صلاحيات التقديرية نعم دكتور نريد أن نستمع إلى الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في مأدوبة العشاء التي يقيمها لحفل زفاف سمو الأمير الحسين من عبد الله الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الله يمسيكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم أهلنا وعشيبتنا اليوم اليوم نفرح بالحسين ابني وابنكم وفرحتنا وفرحتنا كملة بوجودكم معنا قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنام علي بالحسين سعيز جلالة الملك المعظم واليوم كل فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته بطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله بالروح بالد三 نفديك يا أبو حسين بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين واليوم بكمل نص دينه وبابدأ مرحلة جديدة من حياته فطلبت منه وبطلب منه انه يتضل مخافة ربنا بين عيونه وبدعينه بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة مرة ثانية أهلاً وسهلاً فيكم وشكراً لكم ولكل أبناء شعبنا على مشاركتنا هذه الفرحة وإن شاء الله بيوتنا كلنا تظل عامرة بالمحبة والفرح كلمات عفوية من جلالة الملك من أب لابنه من قائد لولي عهده الدكتور سعد أودية الأكاديمي الدبلوماسي السابق حديثنا يقول يا طول لكن الوقت داهمنا شكراً جزيلاً لك مرحباً لكم ومرحباً لكم